نختار الكليات ازاي؟ الولاة دي أنا كلمة نختار دي بالدايق الولاة دي اختاروا كلياتهم ازاي؟ طي في البداية احنا بنهني طلاب السماء العامة على انتهاء الانتحانات وقرب ظهور النتائج وقرب دخول الجامعات البعض او الكثير بيعتقد ان مجارد ظهور النتائج السماء العامة يبقى احنا خلاص الحمد لله سريحنا من كل ضغوط لا انا بقولهم مع ظهور نتائج السماء العامة هتبدأ سلسلة جديدة من ضغوط النفسية قد تكون اصعب من ايام الانتحانات انا بتكلم هنا من واقع علمي ونواقع خبرة مع اولادي تمام؟ طيب الطالب هنا يا سيد يوسف حيبقى حيواجه حيرة شديدة جدا في انتقاءة كلية سواء كان جايب مجموع علي جدا او جايب مجموع منخفض جدا ازاي؟ دلوقتي في علم النفس في حاجة اسمها الصراعات النفسية الصراعات النفسية معناها ان الشخص بيبقى مطلوب منه انه اختار بديل واحد من بين اكتر من بديل بديلين او اكتر هنا الطالب اللي جايب مجموع علي تمام؟ محتار لو هو مثلا ادبي ياخد قلسم ولا اقتصاد وعلوم سياسية ولا اعلام يقرر هنا من السهل تمام؟ فصراع ده صراع من السهل بيقع فيه في الحيرة الاباء قبل الابناء طيب خلي برحارتك انت انا بشاب بالصراع ده بيقى فندم اللي انت داخل محل او امور كبير تجيب ملابس ليك دخلت ليت الف موديل انت بيصيبك هنا الحيرة هتشدقني موديل لكن لو قدامك موديلين بس او ثلاثة هتقدر تختار منهم بالسهولة جدا فبالتالي لازم نأهل الاباء والاولاد لهذه المرحلة من الصراعات النفسية ودي بنسميها كمان في عدم الناس صنع القرار الاكاديمي لدرجة اللي احنا عندنا رسائل مجلسير ودكتوراه بتتعامل على كيفية صنع هذا القرار الاكاديمي وإحنا كنا بنعمله الى الطلاب لأنا قلت الزملاء انه في الجامعة اللي احنا بصونا نعمله عندي الاباء برضا عشان القرار ده مساه ليه مساه؟ عشان برتوت بيه مسابة للطالب فيما بعد طيب مين اللي يغضي القرار؟ الابن ولا الاب والام؟ طيب هنا كولا واحدا انتخاذ قرار دخول كلية معينة هو عملية تشاركية حوارية ديمقراطية بين الاباء وبين الابناء لا ينفع الابن يغضي القرار لوحده ولا ينفع الاباء يغضوا القرار لوحدهم لازم يجيبوا الابن ويغضوا معاه ويتنقشوا معاه ويشوفوا اختياراته اهم حاجة يشوف اختيارات الابن وهم يقيموا هذه الاختبارات طيب شايفين اختبارات الابن غلط احيانا بتكون اختبارات الابن غلط ازاي الطالب هنا بيبقى ولا عنده النورجي الكافي ولا الخبرة السابقة الكافية اللي تخليه انطاق كلها جيدة ازاي انا يمكن كطالب ما عندش اي فكرة الاقي زميلي اللي هما جايبين مجموعة قال لي مني بعاشة 15% داخلين كلها معينة لا انا عايز اخشي معهم يبقى هنا تدافع ان هو يبقى مع زميله اللي كانوا فيما بتحصل طالب تاني بيبقى عنده بريق كلها معينة يبقى ايها مثلا واحد صاحبه كان فيها وبيقوله كلها دي حلوة فبنصع ليه كلامه وبيبتطلع في الاخر الوحشة فبالتالي لازم الابن يارد خياراته على الاب والام وهم يقوموا او يقيموا هزي الاختبارات لو كويسة ماشي مش كويسة ماشي طيب طب انا لما اجي اختار كطالب او كوليه امر كلية مع ابني في مجموعة من المعايير لازم ارعيها منها اول حاجة ان كوليه دي تكون متفكة مع ميولو ورغبته الطالب بيحب دراسة معينة بيقرأ دراسة معينة طيب هل الحب كافيا لتحاكم كلية معناه او اختار كلية معناه لا لازم هنا حاجة تانية القدرات العقلية للطفل او الطالب تتوافق مع طبيعة الدراسة فيها ايها الزي كلية عندها في علم النفس فرق اسمه فروق فردية الفرق ده اوز يوسف بندرس فيه للطلاب القدرات العقلية المتصلة بكل فرق من فروق العلوم بمعنى لو انت هتتخصص في علوم زي الطب فيه قدرات عقلية معينة لازم الطالب تكون متوفر عنده لو انت هتتخصص فيه هندسة او رياضيات لازم يبقى فيه قدرات تانية عقلية ومختلفة متوفرة على الطالب لو انت هتتخصص في علوم انسانية زي علم النفس وعلم اجتماعي وفلسفة لازم القدرات التالتة تتوفر على الطالب عشان كده تلاقي طلاب في القدرات المختلفة مختلفين في قدراتهم مختلفة يبقى هنا المحك التاني المهم جدا قدرات الطالب العقلية تكون متوافقة مع الدراسة طيب